اتما محمية المقاومة هذا العنوان الذي يتصدر اللحظة الراهنة في السهول الخضراء لهذه المديرية التي تحضر فيها مفاعل التاريخ والجغرافية في قلب التحولات واليوميات التي تشهدها الجهة الغربية لمحافظة ذمار الارث الجمهوري لا يزال حاضرا في اتما والوعي بالاجتياحات التاريخية للامامة لا يزال احد مغذيات الوعي المقاوم وكذلك سنوات الصراع بين الجبهة الوطنية وقوات صالح في عتمة التي كانت نافذة امتداد للوحدة الوطنية ومواجهة النفوذ والهيمنة منذ الانقلاب والاجتياح لم تكن عتمة لقمة سائغة في فم الميليشيا ولم تكن نزهة اخر الاسبوع للانقلاب بحسب وصف قائد المقاومة الشعبية هناك وانكم كنتم تظنون انكم ستاتوا الى عتمة لقضاء نزهة اخر الاسبوع لكني اقول لكم لقد جئتم الى عتمة وانتم اجساد في صنادق حديدية فوالله ان لم تغادروا عتمة لا تخرجون منها جثث في صنادق خشبية حينما وطئت شاصات الميليشيا اراضي عتمة كانت المقاومة هناك الحصان الاسود صعب الترويض والاستلاب وشهدت المديرية مقاومة شاملة وواسعة امتدت الى العديد من المديريات المجاورة كالقفر في محافظة اب واسفرت في نهاية المطاف عن تراجع للميليشيا وابرام اتفاق يقضي بانسحاب الميليشيا الاتفاق المبرم لم يصمت طويلا كما هو مسلك الميليشيا في نقض المواثيق وذهبت باتجاه تصفية حساباتها مع قيادات المقاومة بعيدا عن ساحة المعركة حينما اختطفت نجل قائد المقاومة عبدالوهاب معوضة واثنين من اقاربه وهم مدنيون عزل في صنعاء الرهينة ردة الفعل المتوقعة كانت من قبل المقاومة حينما اعلنت ان عتمة منطقة مواجهات مفتوحة خصوصا في المساحة التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع المقاومة سيطرة على اكثر من ثمانين في المائة من مديرية عتمة وحتى العشرين في المائة الباكية هي خضعة لسلطة الامر الواقع بالنسبة لقبال الحوثيين لكن عتمة من ناحية المبدأ ترفض رفضا قاطعا وجود مثل هذه الميليشيات في عساطها المواجهات الدائرة بين المقاومة والميليشيا وبحسب مصادر فان كفة الموازين ترجح لمصلحة ابناء عتمة رغم الامكانات الشحيحة والذاتية حيث تمكنت المقاومة من تحقيق ضربات نوعية في اوساط الميليشيا واسر العديد من القيادات الميدانية للحوثيين هناك كما هي تأكيدات المقاومة